موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في استحالة الحركة والانتقال في الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا في الحلقة الماضية الحديث أو الأحاديث التي تدل على هذا المعنى مع الاستدلالات العقلية والنقلية على ذلك بحث هذا اليوم حول الحديث الرابع من باب الحركة والانتقال وهو أنه لأن كثيرا من العامة يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا في أوقات معينة ولأن هؤلاءهم كانوا الأكثرية وبيدهم السلطة والسطوة ولهم فقهاؤهم وناس يتبعونهم لذلك كان الموالين المؤمنين من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هؤلاء كانوا يلتجعون إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام في معرفة الحق وأن الكلام الذي يتكلمه هؤلاء هل هو صحيح أو ليس بصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال كثرت علي الكذابة أو كثرت علي الكذابة يعني الجماعة الكذابة الذين يكذبون في زمان الرسول كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حي وبعد وفاة الرسول والتحاقه بالرفيق الأعلى أيضا ازداد الكذب لأن بعض الحكام كانوا يدفعون الأموال لذلك وأيضا فتحت الأبواب وشرعت لبعض أهل الكتاب لكي يأتوا ويفسروا القرآن في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وهؤلاء كانوا قد أظهروا الإسلام بالظاهر ولكنهم معلومات التوراة كانوا يبثونها بين المسلمين بعنوان تفسير القرآن الكريم أضف إلى ذلك أن في القرآن وكذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام متشابهات أما في القرآن فقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولازم إرجاع المتشابهات إلى المحكمات وذلك عور الرجوع إلى الراسخين في العلم وأولو الألباب هم الذين يمتلكون العقل الخالص الخالي عن شوائب الأوهام والأهواء والآراء الباطلة والتقليد الأعمى هؤلاء يرجعون إلى الراسخين في العلم والراسخون في العلم يعلمونهم مواقع التشابه وإرجاع المتشابه إلى المحكم لكن الناس لما أزاحوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عن السلطة وأخذوا علومهم من الناس ومن بعض أهل الكتاب الذين أظهروا الإسلام لذلك دخلت عقائد انحرافية كثيرة ثم بعد ذلك وضعوا أحاديث على لسان الرسول صلى الله عليه وآله انتصارا لهذه الأباطيل التي انتشرت فلذلك كان المؤمنون يلتجعون إلى الأعمى وهم الراسخون لكي يبينوا لهم الصحيح من الكذب ويبينوا لهم المتشابه المتشابه من المحكم فكذلك هنا توجد روايات أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فهذه الروايات هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هذا أولا الشيء الثاني على فرض صحتها هل هي رواية محكمة أو رواية متشابهة بحاجة إلى التأويل فعندما انتشر بين العامة مسألة الحركة والنزول إلى السماء الدنيا في أوقات معينة سألوا الأئمة من جملتها أحدهم اللي هو محمد ابن عيسى هذا كتب إلى الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام يسأله عن معنى النزول وعن صحة ذلك طبعا بين قوسين المتوكل العباسي لعنه الله كان رجلا شديد النصب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكان يأمر مهرج له باسم عباده أن يشبه نفسه بأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ويستهزئ به ونهوه لكن لم يفده النهي وأمر بحدم قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مرات متعددة وأظهر العقائد الفاسدة لذلك الآن الوهابيون يعتبرونه محي السنة لأنه من سلفهم لأنه روج لما يقولونه أيضا فالمتوكل العباسي أظهر التجسيم وأظهر ما يتعلق بالتجسيم وأظهر بدع كثيرة وروج لها وكان ينكل بالذين لا يعتقدون بهذه العقائد حتى من العامة لذا أمر بقاتل مجموعة من العامة الذين كانوا يقولون بخلق القرآن لأن فتنة خلق القرآن وعدم خلق القرآن كانت في زمان المتوكل كانت في زمان المأمون العباسي المأمون العباسي نفخ في هذه القضية ليشغل الناس بهذه القضية وهو يتوجه إلى ملذاته وإلى ما يعمله من الأمور السياسية كداب كثير من الحكام الظلمة يشغلون الناس ببعض الأمور لكي لا يتوجه الناس إلى ظلمهم وإلى ترفهم وإلى تبديدهم للأموال فالمأمون العباسي أيضا أحدث هذه الضجة وأي واحد كان لا يؤمن بخلق القرآن كان يأمر بحبسه وضربه بعد المأمون بفترة جاء المتوكل لأن بعد المأمون جاء المعتصم بعد المعتصم الواثق لفترة قليلة وبعد الواثق المتوكل المتوكل بالعكس قرب المجسمة وقال به قدم القرآن وأمر بقتل من لا يقول بقدم القرآن بين قوسين مع أن الله عز وجل في القرآن يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث هذه في سورة الأنبياء محدث يعني هذا الذكر هذا القرآن حادث وليس قديما هذا خلق من الله سبحانه وتعالى لهذه الألفاظ على كل حال في زمان المتوكل كثر هذا الأمر لذلك بعض الأمور الناس غافلين عنها لكن حينما يكثر عنها الكلام والناس يسألون شنو هو الحق فالشيعة أيضا كثير منهم كانوا غافلين عن هذه المسألة فبدأوا يسألون الأئمة لذا محمد بن عيسى يقول كتبته إلى الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام يسأله عن هذا الأمر عن النزول وعن معنى ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام أجاب جواب مختصر الجواب المختصر يتضمن ثلاثة أمور الأمر الأول إن العقائد على قسمين هناك معتقدات يجب على كل أحد أن يعتقد بها مثل التوحيد مثل الاعتقاد بعلم الله وقدرة الله وحياة الله الاعتقاد بنبوة الأنبياء بشكل إجمالي يعني يصدق بكل الأنبياء وبشكل تفصيلي الأنبياء الذين الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن وخاصة الرسول محمد صلى الله عليه وآله اعتقاد تفصيلي بهم فإذا واحد لا يعتقد اعتقاد تفصيلي بنبوة المحمد صلى الله عليه وآله فهذا كافر بالنسبة للمعاد أصل المعاد وأن الله سبحانه وتعالى يحيي الأموات ليحاسبهم إلى جنة أو نار أيضا هذا من الأمور التي يجب أن يعتقد بها كل أحد وكذلك الإمامة بتفصيل قد ذكرناه فيما مضى فإذن هذه أمور لا يعذر أحد في عدم معرفتها وإذا واحد ما عرفها حتى إذا كان جاهل قاصر فهو كافر يعني مثلا في اليوم الذي بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله في مكة كان هناك ناس في أمريكا الجنوبية في أمريكا الشمالية في الصين في أستراليا في أماكن أخرى هؤلاء لم يسلموا لماذا لم يسلموا؟ لأنه لم يصل إليهم الدين شبه مستحيل كان في بداية البعثة وصول الدين إليهم هذا إذا مات كافر أو مسلم؟ الجواب كافر نعم إذا هو قاصر فالله لا يعذبه لأن ذلك الظلم والله ليس بظلام للعبيد وإنما في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يختبر هؤلاء الجهال القاصرين باختبار مذكور تفصيله في بعض الروايات فإذا واحد لا يعتقد بهذه الأصول هو كافر إذا عن عمد معاند فهو مخلط في نار جهنم وإذا عن تقصير فأيضا مخلط في نار جهنم وإذا عن قصور يعني عدم تمكن من الوصول إلى الحق أو لا يمكن أن يصل إليه الحق فهذا قاصر يمتحن في الآخرة مرة أخرى هذا القسم الأول القسم الثاني من المعتقدات هناك بعض التفاصيل الذي ليس هو المطلوب من كل أحد أن يعلم بها فإذا لم يعلم بها ليس هو كافر ولا هو ظال وهذه ترتبط ببعض تفاصيل العقائد يعني مثلا الكريم من صفة الذات أو صفة الفعل قد لا يدري ذلك كثير من الناس بل كثير من الناس قد لا يميزون بين صفة الذات وصفة الفعل فهذا عدم معرفته هذا ليس كفر وليس ظلال نعم يجب أن لا يعتقد بما يخالف الحق لكن أن لا يدري أن يكون جاهلا بتلك المسألة أو غافلا عنها فهذا لا يخرجه عن الإيمان إلى الكفر ولا عن الإيمان إلى الظلال ولا عن الإيمان إلى الفسق مثل كثير من تفاصيل المعارف الموجودة في الروايات هذه التفاصيل ليس من الضرورة لكل أحد أن يعلم بها لكن إذا واحد يعلم بها فهذه زيادة معرفة وزيادة علم مثلا في المعاد أصل المعاد هذا ضروري وأن المعاد جسماني أن الإنسان بهذا الجسم في يوم القيامة يحشر هذه من ضروريات الدين والاعتقاد بها إيمان وعدم الاعتقاد بها كفر سواء كانت جاهلا قاصرا أو مقصرا لكن هناك تفاصيل في المعاد هذه التفاصيل مذكورة في بعض الآيات والروايات بعض خصوصيات الجنة بعض خصوصيات النار بعض أنواع نعم أهل الجنة بعض أنواع عذاب أهل النار هذه إذا واحد لم يعلم بها هذا ليس ظال ولا كافر مثلا هذه الآية وهم فيها كالحون هذا النوع من عذاب أهل النار وهذه الآية الشريفة أهل النار فيها كالحون زين إذا واحد ما يدري معنى كالحون شنو هو هذا ليس كافر ولا ظال هذا في مسألة من مسائل المعاد ليست له معرفة نعم إذا يعلم بتلك فهذه زيادة كمال وهذه زيادة معرفة وكلما الإنسان كان أكثر معرفة كانت درجته في الآخرة أكبر ولذلك هذا القسم الثاني من الأمور الذي إذا جهلها الإنسان لا بأس عليه في معتقده لكن يجب أن لا يعتقد بالباطل هذا مهم النقطة الثانية التي الإمام يذكرها يقول معنى النزول أنت إذا لا تعلم ما هو معنى النزول في هذه الروايات الموجودة هذا ليس مهما أنت إذا سألوك ما معنى نزول الله سبحانه وتعالى تقول لا أدري هذا من القسم الثاني ليس من الأمور التي هي من أصول أصول الدين التي إذا لم يعلم بها الإنسان كان كافرا ولا من فروع أصول الدين الذي إذا لم يعلم بها الإنسان كان ظالا بل هي من الأمور التي إن علمها فهي زيادة معرفة وإن لم يعلمها فلا تضره النزول كذلك هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أن هذه الأحاديث التي ورد فيها النزول هذه من الأحاديث المتشابهة تحتاج إلى تأويل والتأويل فيها أنه ليس الله ينزل لأن الله ليس جسما وليس ماديا ولا محدودا بحد ولا يمكن أن السماء الأولى تحيط به ولا يمكن أن يكتنفه الهواء الذي هو موجود في السماء الأولى كلا هذه كلها مستحيلات لأن الله هو الذي يحيط بالأشياء أحاط بكل شيء علما يحيط بكل الأشياء قدرة فيستحيل أن تحيط به الأشياء لأنها ستكون أكبر منه والله سبحانه وتعالى ليس الجسم حتى يقال أن هناك شيء أكبر منه وتحيط به والإحاطة إنما هي للشيء الذي هو في الحيز والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى حيز وهذه أمور بيناها في الحلقات الماضية بتفصيل فإذن إذا ورد حديث لنفرض أن هذا الحديث صحيح يجب تأويله وإرجاعه إلى المحكمات من الآيات والروايات الآية المحكمة تقول أن الله سبحانه وتعالى هو المحيط فلا يحاط فلا يعقل أن تحيط به السماء الأولى الآية المحكمة تقول أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ويستحيل أن يكون حكم حكم الأجسام فإذن لو فرض صحة هذه الروايات يجب تأويلها بأن نقول أن المراد نزول الرحمة كما في الآية المتشابهة حيث يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه الوجوه عليها نظرة النعيم فرحة إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها منتظرة أو تنظر إلى رحمة ربها هذا تأويل للآية المتشابهة بإرجاعها إلى الآية المحكمة وبالاستعانة بالراسخين في العلم وهم الرسول ولا يما عليهم الصلاة والسلام كذلك لو فرض صحة هذه الأحاديث في النزول نقول أن المراد تأويلها هو أن رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل أو المراد أن هناك ملك بأمر من الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وهو الذي ينادي كما في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يرسل أو ينزل بعض الملائكة لينادون وفي هذا الكتاب الكافي الشريف توجد بعض الروايات فإذن الإمام عليه الصلاة والسلام لم ينف تلك الروايات الدالة على النزول عدم نفيها إما تقية وإما لأجل أنه يريد أن يعلم الشيعة المحاجمة العامة يعني لو فرض أن هذه الروايات صحيحة فهي من الروايات المتشابهة التي بحاجة إلى إرجاعها إلى محكمات الآيات والروايات فتحصل أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا في حيز ولا يوجد شيء أكبر منه ليحيط به ولا أنه ينزل نزولا حقيقيا لأن هذا احتياج إلى الحركة وانتقال من مكان إلى مكان وفراغ مكان منه وإحاطة السماء به وهذا كله مستحيل ووجود في حيز وهذا مستحيل إحاطة المخلوق به وهذا مستحيل فإذن لا نزول وإنما نسبة الأشياء إليه على سواء والله سبحانه وتعالى ينزل رحمات على المؤمنين ونقمات على الذين يستحقون النقمة من المنافقين والفصاق وأمثال ذلك هذا خلاصة الحديث ونحن نتلو هذا الحديث تبركا ولكي نتعلم مع توضيحات مختصرة لبعض الألفاظ يقول محمد بن عيسى كتبت إلى أبي الحسن علي بن محمد يعني الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام جعلني الله فداك يا سيدي قد روي لنا هذه الروايات أن الله في موضع دون موضع يعني الآية التي تقول الرحمن على العرش استوى لم يفهموا أنه آية متشابهة فروي أن هذا جلوسا حقيقيا الاستواء فسر بالجلوس فمعنى ذلك أن الله جالس على العرش مع أن الآية متشابهة وروية روايات في ذلك أنه ينزل إلى السماء الدنيا يعني معنى ذلك إذا فسرنا على ظاهرة بدون معرفة المتشابه من المحكم معنى ذلك أنه يقوم من العرش فيخلو منه العرش وينزل إلى السماء الدنيا هل هذا معنى معقول وصحيح إن الله في موضع دون موضع على العرش استوى وأنه ينزل كل ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا في كل ليلة زيان هذا في ذاك الزمان هكذا كانوا يتصورون الآن اللي ثبت أن الأرض كروية وأنه في كل لحظة في قسم من الأرض يوجد ليل وقسم من الأرض يوجد نهار النصف الأخير من الليل هذا مستمر 24 ساعة حسب اختلاف الأماكن فشنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه 24 ساعة والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى يكون في السماء الدنيا ينزل ويصعد وينزل ويصعد ويصعد مثلا لذلك هذه العلوم الحديثة بطلت كثير من عقائد هؤلاء المجسمة بحيث أنه حفاظا على عقائدهم جاءوا وأنكروا البديهيات مثلا بن باز ينكر أن الشمس أن الأرض هي التي تتحرك حول نفسها وحول الشمس ويقول لا الشمس هي التي تتحرك حول الأرض والأرض ثابتة لأنه وأن الأرض ليست كروية وما إلى ذلك لأن هذه اللي ما أثبته هو العلم الحديث يبطل كثير من معتقداتهم كما بينا بعض ذلك في ما مضى ومن أدلة حقانية طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه لا يوجد في شيء مما ذكروه ما يخالف العلم كما أن القرآن كذلك القرآن على رغم أنه تطرق إلى كثير من المسائل الطبيعية العلم الحديث كلما يتطور لا يتنافى مع القرآن ولو بمقدار قيد شعره وكذلك الأحاديث الثابتة عن أئمة أهل البيت لأن الأئمة استقوا علومهم من جدهم رسول لله صلى الله عليه وآله والرسول استقى علمه من الله سبحانه وتعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا زيان هذه رواية يقول وروية أنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى موضعه هذا غير كل يوم كل يوم نصف الأخير من الليل هذا في عصر يوم عرفة زيان بعض الشيعة بما تعلموه من الأئمة أنكروا هذا المعنى من هذه الأحاديث بل أنكروا هذه الأحاديث ليش؟ يقولون إذا كان في موضع دون موضع معنى ذلك أنه جسم أنه يحيط به الأشياء فإذا نزل إلى السماء الدنيا وفي السماء الدنيا هواء معنى ذلك أن الهواء أحاط به فإذا أحاط به الهواء معنى ذلك أن الهواء أكبر منه معنى ذلك إحاطة المخلوق بالخالق هذا مثل ما ذكر ابن تيمية أدهم حديث موضوع أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق هكذا زعموا كان في عماء فوقه هواء تحته هواء كان في عماء فوقه هواء تحته هواء زيان قبل أن يخلق الخلق إذا فوق هواء تحت هواء هذا أولا معنى ذلك أن الهواء أكبر منه وأن الهواء قد أحاط بالله سبحانه وتعالى والأن كان من ذلك معنى ذلك أن هذا الهواء غير مخلوق لأن السؤال عن أنه قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق الخلق فوق هواء تحت هواء مثلا وهذا حديث موضوع واحد بدوي يجن سبع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن حسب مبناهم لأن هذا البدوي صحابي لا يكذب والخبر الواحد يثبتون به عقائد تخالف القرآن الكريم هذا الكلام أيضا يشير إلى بعض ما يعتقدون فالشيعة من ذاك الوقت بما تعلموه من الأئمة ردوا هذه الأحاديث إذا الهواء محيط به فالهواء أكبر منه هذا معنى ذلك أن الله يكون جسم يكون في حيز يكون محاط بالمخلوق وكل ذلك مستحيل فقال بعض مواليك في ذلك إن كان في موضع دون موضع فقد يلاقيه الهواء ويتكنف عليه والهواء جسم رقيق يتكنف على كل شيء يحيط بكل شيء بقدره يعني كل إنسان أو كل شيء بمقداره الهواء يحيط به فإذا الله ينزل إلى السماء الدنيا كما يزعمون بالمعنى الحقيقي معنى ذلك أن الهواء الموجود في السماء الدنيا يحيط بالله سبحانه وتعالى هي نفس السماء الدنيا تحيط به فوقع جواب الإمام عليه الصلاة والسلام الأمور الثلاثة أولاً علم ذلك عنده أنت مو المفروض أن تعلم بهذه الأمور وعدم علمك بها لا يضر بإيمانك هذه تفاصيل في مساء العقائد لكن تريد زيادة المعرفة وبزيادة المعرفة درجتك ترتفع هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نذكر لك المعنى الحقيقي في ذلك والمقصود الحقيقي فإذا بعض عوامل المسلمين لا يعلمون هذا الأمر فلا بأس ولا يضر ذلك بهم وهو المقدر له بما هو أحسن التقدير هذه الأحاديث لها تأويل صحيح ليس كما يزعمون هؤلاء يريدون إثبات تجسيمهم فما يقبلون المجاز في القرآن زيان ما تقبل المجاز في القرآن لكن هل تقبل أن في القرآن متشابهات أم لا نص القرآن متشابهات توجد في القرآن متشابهات زيان شنو هي المتشابهات لازم تميز مو أنه مجرد أن ترى آية تجري بأعيننا تقول أن لله عيون وليس عينان مثلا زيان تجري بأعيننا هذه من الآيات المتشابهة إذا أنت ما تقبل المجاز لازم تقبل التشابه في ذلك اللي ترجع إلى الآية التي تقول ليس كبهة مثله شيء الله بصير لكن بصره ليس بمعنى أنه له عين مثل أعيننا هذا تجسيم هذا تجزيء هذا تشبيه إذن وهو المقدر له بما هو أحسن تقدير فهذه الأحاديث على فرض صحتها فلها تأويل صحيح ننتقل إلى المطلب الثالث وهو المعنى وعلم أنه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش يعني والأشياء كلها له سواء يعني نسبة سماء الدنيا ونسبة العرش ونسبة كل هذا الوجود إلى الله نسبة واحدة ليس شيء أقرب ماديا له من شيء وليس بمعنى ذلك أنه ينتقل من مكان إلى مكان لأنه الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان أو أي شيء انتقل من مكان إلى مكان يصير أقرب إلى شيء وأبعد من شيء أنت الآن في مكان جالس الباب التي أمامك بعيد عنك إذا قمت من هذا المكان ذهبت إلى الباب الباب تصير قريبا وهذا المكان يصير بعيد عنك إذا الله والعياذ بالله كما يزعمون جالس جلوسا حقيقيا على العرش ثم قام من العرش معنى ذلك أنه قريب إلى العرش بعيد عن السماء الدنيا فإذا نزل إلى السماء الدنيا معنى ذلك أنه قريب إلى السماء الدنيا وبعيد على العرش كلا هذا المعنى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى محال زيان فالشنو المعنى الممكن في الله سبحانه وتعالى المعنى الممكن والأشياء كلها له سواء علما وقدرة وملكا الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علم الله محيط بكل شيء قدرة الله سبحانه وتعالى محيطة بكل الأشياء فلا فرق في أن يخلق ذرة أو أن يخلق مجرة وملكا الله مالك لكل الأشياء على سواء كما يملك الذرة يملك المجرة كل الأشياء ملك لله سبحانه وتعالى ومالكيته بالذات فهي من صفات الذات وليست من صفات الفعل حتى قبل أن يخلق الأشياء الله سبحانه وتعالى مالك بالذات والأشياء كلها سواء علما وقدرة وملكا وإحاطة يعني الله سبحانه وتعالى محيط بكل الأشياء لا تقول أن الله ينزل فالهواء يحيط به السماء الأولى تحيط به الآن بعض المجسمة عندما يواجهون بالبراهين العقلية النقلية القوية سابقا أكثر الناس أميين بعيدين عن الحضارة زيان وهؤلاء المجسمة عادة في الصحاري بذلك كانوا يقولون شيئا للناس الأميين والناس الأميون يصدقونهم لكن الآن أبناء أولئك البدو أبناء أولئك أهل الصحارة هؤلاء ذهبوا إلى الجامعات ودرسوا ورأوا العالم وسائل الاتصالات والمواصلات موجودة سافروا درسوا في الجامعات العالمية هؤلاء بعد هذا الكلام السخيف الذي هو تصوير لله سبحانه وتعالى كصنم والعياذ بالله هذا الكلام بعد ما يمشي على هؤلاء فلذلك بدأوا يتملصون عن ما يعتقدون ولكن بطرق من جملة عندما يوصل إلى باب مسدودة يقول بلا كيف ينزل بلا كيف زيان ينزل بلا كيف هذا ليس نزول هذا شيء آخر يقول هو جالس على العرش زيان إذا نزل إلى السماء الدنيا العرش يخلو عنه كيف يمكن يقول لا كما هو جالس على العرش هو نازل إلى السماء الدنيا زيان هذا أمر خلاف العقل هذا شنو فرق عن كلام النصارى كما ذكرنا في بعض الجلسات الماضية يعتقد بأنه واحد وثلاثة عندما تسأل كيف يكون واحد ثلاثة يقول هذا فوق العقل هذا ليس فوق العقل هذا خلاف العقل يعني العقل يدرك بطلان هذا الكلام عندما تقول يد بلا كيف اليد اسم للجارحة أما إذا لم تكن جارحة فهذه ليست يد حقيقية هذه يد مجازية وهي القدرة يد بلا كيف هذا ليس المعنى الحقيقي لليد نزول بلا كيف هذا ليس معنى الحقيقي للنزول جلوس بلا كيف هذا ليس معنى الحقيقي للجلوس عندما تقول جلوس بلا كيف نزول بلا كيف يعني ليس بجلوس ليس بنزول إنما معنى آخر لأن الجلوس الحقيقي هو مع كيف النزول الحقيقي هو مع كيف هذا الاستعمال الذي يستعمله الناس وهو المعنى الموجود في اللغة فإذا أضفت بلا كيف أخرجته عن المعنى الحقيقي إذا أخرجت عن المعنى الحقيقي هو الشيء الذي كان يقوله الأئمة عليهم الصلاة والسلام فاعترف ما يقولون لا أنك تنكر ما يقولون وتثبت التجسيم ولكن فرارا عن اللوازم الباطلة التي ألزمت بها اضيف كلمة بلا كيف لكي تفر عن اللوازم التي ألزمت بها يعني تخرج المعنى عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجهول ولكن لا تستعد أن تقبل الكلام الذي بينه الرسول صلى الله عليه وآله وبيّنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا تمام الكلام في باب الحركة والانتقال إن شاء الله في الحلقات القادمة نتكلم في جوانب أخرى من الأحاديث التي بيّنت جوانب أخرى من مسائل المعتقدات هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة